مبدئياً كده أنا مش جاي النهاردة عشان أقول حكم تهنئة النصارى بعيدهم الديني المفترض يكون حلال والله حرام لأن المسألة دي خلصانة والناس دول نفسهم اللي بيحللوا النهاردة هم نفسهم عارفين أنهو حرام غالب وفقهائنا نصوا على تحريم التهنئة تمام؟ أقول ثاني غالب فقهائنا المتقدمين قالوا بتنصوا على تحريم تهنئة أهل الكتاب في أعيادهم الدينية صح وكلام فقهائنا في زمانهم صح ما كانوا متشددين اللي يقول عليهم متشددين ما يفهم شفت هم نفسهم عارفين حرم التهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية لكن المشكلة أن الموضوع كل فترة بيتطور عند الناس دي فطوروه السنة دي من الإباحة إلى المستحب عيد الملاد أصله أصلاً عيد وثني والنصارى أخدوه من الوثنيين وتفضلوا فيديو للقس الأمريكي بات روبرتسون وهو بيعترف بهذه الحقيقة التاريخية طيب علي القفري حاول يجيز التهنئة عن طريق خلط المفاهيم على الناس فبيقول لكن اليوم الفتوى هذه يجب تغييرها لماذا؟ لأن فقهاءنا عندما منعوا التهنئة لم يمنعوها بناء على نص في منع التهنئة وإنما بنوها على أن التهنئة في ثقافتهم في عرفهم العرف العادة تساوي الإقرار على المعتقد كان زمان في تلك العصور لما تقول له واحد كل سنة أنت طيب على دينك يعني أنت تقره على عقيدته طبعا هذا لا يجوز والكلام ده كلام باطل لأن لو التهنئة على العادة الدينية من البر كما تقول كان ممكن أهل العلم يفتوا المسلمين بجواز التهنئة على أن تكون مشروطة بعدم الإقرار بمعنى أن لو كلام الجفري صحيح كان أي عالم ممكن يفتن ناس بجواز التهنئة ويشترط عليهم ألا يكونوا مقرين بما في عقائدهم من كفر وشرك ثم أن في نقطة تاني خطيرة جدا تهدم كل كلام الجفري يعني أنت دلوقتي أفتت بجواز التهنئة بناء على أن المسلم لا يقر النصراني أو اليهودي على عقيدته صح؟ طيب لماذا لا يقر المسلم اليهود والنصرى على عقائدهم؟ هتقول أنها عقائد باطلة ومخالفة لدين الإسلام صح؟ طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله الناس دي بتعتقد عقائد كفرية عن الله سبحانه وتعالى وعن كتبه وأنبيائه وملائكته ورسله فإزاي بقى يا عقلاء نهني هؤلاء الناس على العقائد الكفرية الباطلة واحتفالهم بيها؟ بالله عليكم مين عائل في الدنيا يقول الكلام ده؟ ثم أن تهنئة غير المسلمين باعدهم الدينية هو أكبر عملية غش ممكن يؤوم بها المسلم تجاه جيرانيه وزملائه ومعارفه من غير المسلمين دلوقتي عقائد الناس دي غلط ولا صح؟ عقائدهم دي عقائد وثنية كفرية كما قال لنا القرآن الكريم وكما يعترفونهم بأنفسهم بأن عقائدهم متطابقة مع عقائد الوثنيين طيب إزاي يكون جاري وزميلي في العمل وأنا بحبه الخير وابقى عارف أنه لو مات وهو مؤمن بالعقائد البطلة دي هيروح النار ومع ذلك أنا لا أبين له هذه الحقيقة هو ده البر يا جفري؟ ده بر ولا خداع؟ بالله عليكم يا جماعة هو الخداع إيه غير كده؟ أنت بتغش جارك وعمل نفسك بتبره وبتحبه الخير بطله غشه تدليس وحبه مزيف على الناس طيب أنا هسأل سؤال لو أنت شايف جارك النصراني هياكل من أكل مسموم أو هتخبطه عربية لقدر الله هتنبهه وتنقذه ولا هتقول ليس من البر أن أنا أزعجه بهذا التنبيه ألا كده فعلا بريت جيراني ونفعتهم وما خدعتهم شوانا تحكت عليهم زي ما بيعمل الجفري ثم إن التهنيئة ليست مجرد إقرار على المعتقد كما يقول الجفري وإنما بنوها على أن التهنيئة في ثقافتهم في عرفهم العرف العادة تساوي الإقرار على المعتقد لا 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 التهنيئة أكبر من الإقرار على المعتقد أمام حضرتكم كتاب المعقم الوسيط اسمعوا جماعة معنى كلمة التهنيئة هنأ فلانا بالأمر تهنيئة أي خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له شفت تعريف التهنيئة؟ راجيا أن يكون هذا الأمر مبعث سرور له هل أنت ترجو أثناء التهنيئة أن يكون اعتقاده الباطل عن الله سبحانه وتعالى مبعث سرور له؟ وأيضا جاء في معجم لغة الفقهاء يقول التهنيئة مصدر هنأ ومعنىها المباركة للشخص بخير أصابه خلاف التعزية خلي بالك والمعنى مواجهة من أصابه خير بالسرور مع الدعاء له بالاستمتاع بهذا الخير طيب السؤال بقى هل النصراني أصابه خير وهو يحتفل بعيد يسب فيه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل ندعو له أن يستمتع بهذه العقائد الكفرية؟ أنت تتحكوا عن نفسكم ولا تتتحكوا علينا ولا تتتحكوا على غير المسلمين بهذا الكلام اللي مروش أي قيمة إزاي تكون عارف أن عقدته دي عقيدة باطلة وهتدخلوا النار وإنت بدلا ما تنصحوا وتبينه الحقيقة تروح تخدعوا وتهني عليها اتقوا الله وكفوا عن خداع الناس بهذه الطريقة لو أنت فعلا بتحب الجارك الخير وعايز تبره فعلا روح وأقدم له النصيحة الموضوع ما فيه شهزار إنه لقول فصل وما هو بالهزل في جنة وفي نار حساب وعقاب إذن كما تبين التهنئة ليست فقط مجرد إقرار على العقائد بل التهنئة فرح ودعاء بأن يكون غير المسلم سعيدا وهو يشتم رب العالمين في هذا العيد وحصل تحريم التهنئة في مسألة الإقرار فقط كما فعل الجفري هو نوع من التلاعب بالأحكام الشرعية وعلى لها وحسبونا الله ونعم الوكيل في مشايخ السوء الذين يضلون المسلمين عن دينهم ويخدعون النصارى عن حقيقة مصيرهم ولا يبينون لهم الحق